طيب حاجة تانية فكرة إن فيه أنواع معينة من الأكلات سواء هي في حد ذاتها أو الإفراط فيها ممكن ينتج عنه مشاكل ودروبات في الجهاز المناعي طيب على صعيد السلوكيات يعني غير الأكل هل فيه إحنا عندنا أو عند البعض مننا عادات معينة غير صحية سلوكيات معينة غير صحية لازم ينتج عنها دروب في جهاز المناعي أكيد أكيد زي قلة النوم والنوم المتقطع لازم لما ننام يعني 12 بالليل ديت نبقى خلاص يعني نايمين مهم قوي النوم بالليل نوم الليل رب راح يالقوا عشان النوم طبعاً ده حاجة اسمها ديتوكسي فيكيشن يعني بتطرد السموم والجهاز المناعي بيتحفز أكتر وانت نايم بالليل عندك عدم شرب المياه بتعرض جسمك لجفاف ده ده خاطئ جداً طبعاً زي ما أنا قلت أكل السكريات يمكن الضغوط النفسية والتوتر والأورثينكينج والضغط النفسي ده بيرغبط لي هرمونات جسمي وبيعلي لي مستوى الكورتيزول أكيد التدخين مش بحتاجين نتكلم عن التدخين لا التدخين التكلم تعليل كتير قوي أيوة طبعاً وعدم ممارسة الرياضة بانتظام عدم ممارسة الرياضة لازم نعمل طبعاً ده مهم جداً زي نسيت أقول البوينت دي مهم جداً ممارسة أنا ما بقولش أننا نجهد نفسنا في الرياضة يعني ما بقول ننزل نتمشى نمشي شوية نعم يعني الحد الأدنى الضغط العصب العدو الأول بتاع الكورتيزول هو الرياضة فأنا حسب توطر أطلع عن نيجاتيف انرجي بأي رياضة على فترة المشكلة بقى في أن أوجه التوتر بقت محوطانة كلنا دللأسف أنت دينا تنزل يا دينا تروح المشوار من وإلى أي مكان بتوصالي المشوار بتاعك وانت مفرهضة ومتخنقالك 4-5 خنقات على كل المشوار ده أنا بقولك كمان يعني ده أضعف الإيمان طبعا فيه فكرة الجاري وراء رقمة العيش وفكرة تحمل مسؤولية أسرة بأولاد إله حلو اللي عايز أقوله باختصار أن لا مفر من الضغط طبعا هو فعلا لا مفر من الضغط بس بنحاول يعني بقدر الإمكان أن نحن نقل للتمبر شوي وبعدين نحاول نتاكل على الله بقدر الإمكان يعني ونسعى أو أي حد بيسعى وبيتاكل على الله أكيد ربنا بيبق معايا اشتركوا في القناة